السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا سياسة التغيير مستمرة والآن وصل الموضوع إلى ذكر جنسية الفاعل عند ارتكاب الجرائم مقاطعة نودغان فيسفالن ووزير داخليتها هابات غويل عن حزب الـCDO قرروا بإعطاء أمر للشرطة في المقاطعة مقاطعة نودغان فيسفالن وهي أكبر مقاطعة بعدد السكان في ألمانيا أنه في المستقبل يجب ذكر جنسية الفاعل في المؤتمرات الصحفية عن كل جرائم اللي بتم ارتكابها نعرف أنه بيقب عادة مؤتمر صحفي مقابل الشرطة الألمانية وفي هذه الحالة الأوامر هي بذكر جنسية الفاعل هذا الموضوع يلي نحن صلنا عشر سنين تقريبا عم نعاني من فكرة التعامل معه الإعلام الألماني في السنوات الماضية أو في السنوات بعيدة كان يتجنب ذكر جنسية الفاعل عندما يقوم شخص بارتكاب جريمة يعني لازال مشتبه به فدشتش فكان في وقت سابق بيتم تجنب ذكر جنسية الفاعل حسب كودكس الصحافة المعمول فيه منذ عام 2011 أنه لا يجوز ذكر جنسية الفاعل من مبدأ أن البلد المنشأ لهذا الفاعل وبقية أفراد البلد المنشأ ما لهم علاقة وهذا يعتبر عنصرية أو يؤدي إلى الخوف لديهم فكان بيتم تجنب ذكر جنسية الفاعل في سنوات غابرة في الإعلام الألماني بشكل عام بعدها لاحظنا تدريجيا في السنوات الأخيرة أن بعض وسائل الإعلام بدأت تكسر هذه القاعدة لكي نكون واضحين وصريحين مثل صحيفة البلد وأحياناً وسائل الإعلام الرسمية تحديداً يعني الممولة من قبل الموازنة اللي هي من دفع الضرائب نحن ندفع كلياتنا منعرف يعني الـ GZ جبوين فبالتالي الإعلام الرسمي الألماني كان بيتجنب بشكل كبير جداً أيضاً ذكر جنسية الفاعل بينما الإعلام الآخر الخاص يعني كان بيذكر جنسية الفاعل بشكل أكبر وبتكرار أكبر بعدها أشترنا نشوف تغير أيضاً أنه تحت الضغط الشعبي أنه ليش وسائل الإعلام الرسمية بتتجنب ذكر جنسية الفاعل فكانت موجودة تحت الضغط فأيضاً لاحقاً أحياناً ترجع بتذكر جنسية الفاعل فالتعامل مع هذا الموضوع كان صعب جداً حتى على هذه القناة أحياناً كتير تعرضت لانتقاد لهذا الموضوع وإضافة الصورة كما هي، strippedترنت الفاعل من قبل الصحيفة الذين لم يتم ذكر جنسي الفاعل أو لاحقاً تم ذكرها وأحياناً يتم التعديل كيف؟ هناك لحظة نشر الخبر، بالنسبة لو لم يعرفها وأحياناً لا يتم ذكر جنسي الفاعل ولكن لا تتم تعديل هذه الموضوع فبقي يتم ذكر جنسية الفاعل يقول لي أحياناً لماذا لم يذكر جنسية الفاعلày إق��는 إعلام؟ فالسبب هو أيضا في لحظة تسجيل فيديو ما كانت المعلومات متوفرة أو تغير هذا الموضوع لاحقا في الإعلام وتم تعديله فهذا الموضوع شائق جدا وبشكل ضغط وعبه ولكن القرار الآن واضح ومن المفترض أن يبدأ تطبيقه في فصل الخريف عن طريق ألس أوامر سيتم إعطاء للشرطة في مقاطعة نوتين بسفال بذكر جنسية الفاعل السبب المباشر لحد الآن كان هو التجنب ذكر جنسية الفاعل حتى لا يتم التعميم على أفراد جالية أو بلد بسبب أخطاء فردية يعني إذا شخنا سوريا ارتكب جريمة سوريا في يوم آخر ارتكب جريمة أو في يومين متتاليين كان فيه مثلا حادثين هذا الشيء يولد انطباع عام أنه هل السوريين هم كذلك وهذا الشيء خاطئ هي أخطاء فردية ولا يتحمل وزرها الجماعة فبالتالي كان لحد لأنا بتم تجنب ذكر جنسية الفاعل أما الآن فتغير الموقف لسببين رئيسيين التاليين السبب الأول الذي تم ذكره من باب الشفافية يعني أن تكون المعلومة واضحة ويتم لجميع توضيح جنسية الفاعل هل هو هل هو مواطن ألماني مثلا أو أجنبي فهذا الشيء يتم التركيز عليه أو من أي جنسية هو إذن أولا تم ذكر السبب من باب الشفافية السبب الثاني الذي تم ذكره أيضا هو أنه الآن وسائل الأعلام عبتتعرض للتمييز يعني بمعنى عبتم اتهام وسيلة إعلامي إذا ما ذكرت جنسية الفاعل معتى أنتم مؤيدين ومتحاملين مع الأجانب ضد الألمان المواطني البلد فبالتالي حتى وسائل الأعلام عبتتعرض للضغط المعاكس لذلك من باب حل هذا الموضوع يعني بشكل واضح أنه يكون فيه قاعدة معمول بها تم اتخاذ القرار في مقاطعات النوطة عن بسفال بتعليمات للشرطة مفترض بعد الفصل الخريف أن يتم ذكر جنسية المشتبهة بهم لذين يتم إلقاء القبض عليهم ويقوموا بارتكاب الجرائم الشيء اللي أنا منزعج منه الآن هو على الشكل التالي مثلا في المقالة هي تم تعديله ولكن تم ذكر ذلك بشفافية في النسخة الأولى تم ذكر أنه عدد الجرائم عب تزداد من بين الناس اللي إلهم خلفية مهاجرة وتم تعديل هذا الموضوع لاحقا إلى ذكر أن عدد جرائم تزداد من قبل من لا يحمل جواز السفر الألماني فعب يتم التمييز الآن حتى الآن نحن كنا مواطن ألماني أو أجنبي بكل البساطة يعني مثل كل دول العالم مواطن إيا مواطن أنت إيا أجنبي فالمواطن أيضا الآن عب يتم تقسيمه لقسمين إلى على ما يبدو أنه إلى مواطن من السكان الأصليين أو شخص يحمل جواز السفر الألماني هاي كلمة يحمل الجواز السفر الألماني يعني كأنه عبرجع بقول لك أنه هو من خلفية مهاجرة فهذا الشيء أيضا التعامل مع هذا الموضوع صعب جدا فأتمنى أسمع رأيكم أيضا بهذا الموضوع أنه هل يجب ذكر جنسية الفاعل أنه هي جريمة مرتكبة قام بارتكاب شخص بارتكابه مفوض يتم ذكر جنسية الفاعل بشكل واضح وصريح أم لا هذا يساعد على التمييز ضد الجالية اللي بينتمي إلى مثلا أو الدولة اللي بينتمي إلى هذا الشخص والباقية ليس لهم علاقة بذلك في الموضوع التالي موضوع بناء الشقاق في ألمانيا نعلم أن هناك أزمة على السكن في ألمانيا في تأمين السكن في ألمانيا وأن الحكومة الحالية منذ وصول الحكم وعدت بحل هذه الأزمة عن طريق بناء حوالي أربعمائة ألف وحدة سكنية سنويا البعض منها مدعوم طبعا بتمويل دولة بشكل كبير اللي هنا نزل تسيع الفولون ولكن الحكومة تحديدا في هذا الموضوع فشلت في تحقيق أهدافها لكي نكون أيضا منصفين للحكومة الحالية نفذت معظم وعودها الرئيسية عند وصولها للحكم يعني في شيء مستغرب يعني مدائما الحكومات والسياسيين بنفسه وعوده الانتخابية ولكن فعلا هذه الحكومة نفذت معظم وعودها الانتخابية الأساسية طبعا أنا لا أتحدث ولكن أحد الوعود اللي هو بناء وتوفير السكن في ألمانيا بشكل كبير وأربعمائة ألف وحدة سكنية لم يتمكنوا من تحقيقها طب شو عبتقول الأرقام؟ الأرقام حسب الآن دراسات لمعهد إيفو ومعهد الأبحاث الاقتصادية فإنها من المتوقع أن ينخفض عدد الوحدات السكنية المبنية سنويا في عام 2026 يعني حتى بعد انتهاء حكم هذه الحكومة بسنة إلى 175 ألف فقط على أفضل تقدير يعني حتى لو فيه أخطاء يعني في الإحصائيات والدراسات يعني حوالي 200 ألف وحدة وهو أقل يعني من النصف أو النصف مما يجب أن يكون في عام 2022 عدد الشقاق السكنية التي تم بناؤها 300 ألف فقط نعرف الهدف هو 400 ألف فهذا هو أحد الوعود الأساسية اللي لم تتمكن الحكومة الحالية من تحقيقها طب ما هي الأسباب؟ الأسباب هي الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء التضخم الحاصل أيضا بشكل عام للارتفاع العام ولكن أسعار مواد البناء بشكل خاصة ارتفعت وأيضا ارتفاع كما نعلم الفوائد الفوائد تم رفعا قبل البنك المركزي الأوروبي لمحاربة التضخم وبالتالي القروض أصبحت غالية القروض لبناء الوحدات السكنية أو حتى للأشخاص البقيفات اللي بيبنوا هاوس وبالتالي صار عندهم قروض عالية وعندهم تكاليف بناء عالية بسبب ارتفاع مواد البناء فهذا الشيء أدى إلى تراجع حركة البناء في ألمانيا هاي الأسباب الموضوعية اللي بيتم ذكرها وهي ليست ظاهرة مقتصرة فقط على ألمانيا وإنما على الدول الأوروبية الغربية تحديدا تم ذكرها خمسة عشر دولة الفيست أغوبية شيلندا عابيعانوا من نفس الشيء وأيضا ضمن هذه الدول تراجعوا نسبة البناء من المفترض من 1.5 مليون وحدة سكنية سنويا إلى 1.2 مليون فقط أما في ألمانيا بشكل خاص في عالنا حالة خاصة أيضا هي الارتفاع الكبير جدا في أسعار مواد البناء وبالتالي أزمة السكن مستمرة البارحة كان سعفي مطالبات من قبل أيضا الفعاليات الاقتصادية في ألمانيا بأن يتم حل مشكلة أيضا السكن لاستقطاب العمالة التخصصية إلى ألمانيا في الموضوع التالي أنا ما بدخل يوميا بتحديدا هذا الموضوع بشكل كبير ولكن الآن لأهمية الحدثة أيضا نعرف أن ألمانيا قبل فترة عدة أسابيع والولايات المتحدة الأمريكية على هامش اجتماع حلف الناتو في الولايات المتحدة الأمريكية قرروا أن يتم تنصيب صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا من قبل الولايات المتحدة في ألمانيا بدءا من عام الفين وستة واشرين ومنها صواريخ توما هوك أيضا وبعض الصواريخ اللي هي قيدة تطوير الفرد صوتية هذا من ناحية من ناحية أخرى روسيا منزعجت من هذه الخطوة وطوال الوقت كان في انزعاج روسي وتهديد بهذه الخطوة التي لم تتم بعد ولكن على الأقل الآن وصل الموضوع إلى تهديد مباشر من الرئيس الروسي أيضا بما يتعلق ببناء الترسانة أو تنصيب صواريخ نووية متوسطة المدى بسبب الضغط الشديد الآن على ألمانيا فإن المتحدث بسم وزارة الخارجية الألمانية اعتبر أننا لن نسمح بتخويفنا وأن الهدف من تنصيب هذه الصواريخ في ألمانيا فقط يعني الموضوع فقط متعلق بالردع يعني ليست بهدف التهديد وإنما هي فقط للردع بينما روسيا عبت تعتبرها خطوة يعني غير مقبولة وعبت تهدد بأيضا النووي وقالت ألمانيا أن روسيا أصلا مستمرة في بناء ترسانة النووية الأسلحة المتوسطة بتوسطة المدى فالموضوع العسكري يعني والجدال يعني الآن مستمر على هذا المستوى حتى يوميا ما عم نتحدث عن هذا الموضوع ولكن سياسي سابق شخصية كبيرة في ألمانيا هو زيج ما جابغيال حزب الاسبدي هو كان رئيس حزب الاسبدي سابقا وشغل عدة مناصب في ألمانيا رسميا بيني ووزارة الخارجية الألمانية في عهد أيضا مياكل فزيج ما جابغيال اعتبر أنه كان من المفترض أن يكون هناك يعني يكون في نقاش عام في ألمانيا حول هذا الموضوع وليس أن يتم انتخاذ القرار وانتهى قال أنه لا يمانع ذلك وأن القرار صحيح ولكن كان من المفترض أيضا أن يتم على الأقل نقاش هذا الموضوع بدل من إعلانه هكذا فجأة دون أي تشاور ربما أو مشاورة ففيه انتقاد أيضا من داخل ألمانيا بهذا القرار وإن تم اعتباره صحيح من الناحية الدفاعية موضوع شركة الخطوط الحديدية الألمانية لديوت شبان المشاكل المستمرة طبعا في الأيام الأخيرة الآن أولا كان في قرار بإلغاء 30 ألف وظيفة لدى العاملين من العاملين لدى شركة الخطوط الحديدية الألمانية للتوفير والسبب هو الخسائر الكبيرة أيضا شركة الخطوط الحديدية الألمانية بعد إعلان الأرقام يعني الشركة خاسرة عمليا وليست رابحة فكان في خسائر كبيرة فمن باب التوفير أيضا قرروا فصل 30 ألف شخص يعني شتن أباو يعني تدريجيا أن يتم إلغاء 30 ألف وظيفة في الشركة للتوفير من ناحية أخرى كمان نشوف أنه شركة الخطوط الحديدية الألمانية عب تبحث عن أشخاص في يعني في وظائف معينة أيضا لديها فمن ناحية عب يوصبوا من ناحية راح يطالعوا الناس من العمل فيبدو أنه في إعادة ترتيب للبيت الداخلي لدى شركة الخطوط الحديدية الألمانية من أهم الأشياء يعني حتى بشكل واضح وصريح تم ذكره أن ما يميز الخطوط الحديدية السويسرية هو الدقة في المواعيد وأن الخطوط الحديدية الألمانية عكس ذلك تماما وبسبب التأخير اللي بتعاني منه شركة الخطوط الحديدية الألمانية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة يعني في وقت سابق يعني لما كنت بتنقل أنا بشكل أكبر بالقطارات كانت موجودة هذه الظاهرة بشكل أقل ولكن الآن عم تزداد من سنة إلى سنة بشكل أكبر الأسباب رح نذكرها الله كمان ولكن سويسرا الآن بشكل عم تمنع دخول حوالي 10 إلى 11% في الربع الأول من هذا العام من القطارات الألمانية إلى سويسرا والسبب هو لكي لا تنتقل عدوى التأخير من ألمانيا إلى سويسرا القطارات الألمانية عم تصع على الحدود متأخرة لما بتدخل شبكة الخطوط الحديدية السويسرية السويسرية دقيقة جدا لما بتدخل متأخرة الخطوط الحديدية الألمانية مثلا. فممكن تتسبب بمشاكل وتأخر القطارات السويسرية في سويسرا. فمن بسبب ذلك احيانا يعني نسبة حوالي عشر اي دعش بمية لنا في ربع الاول من هذا العام تم منع القطارات الالمانية اصلا من دخول سويسرا الخطوط الحديدية السويسرية حتى لا ينتقل عدوة تأخير تتسبب بتأخير للقطارات السويسرية اللي هي الاصل الدقيقة ولكن وصولها متأخرة ودخولها الى الشبكة المتأخرة ممكن يخربت ايضا البلان في الخطوط الحديدية السويسرية وبالتالي لا لا يسمح لبعض القطارات بالدخول الى هناك. من الاسباب اللي تبهم ذكرى الرئيسية ايضا لسبب هذا التأخر الدائم في شبكة الخطوط الحديدية الالمانية للقطارات هو موضوع المعقودة الفخشتوكتوه اللي هي البنية التحتية المتهالكة ايضا فبالتالي تجديدة وشبكة الخطوط الحديدية الالمانية كبيرة جدا جدا يمكن هي الاكبر في اوروبا فبالتالي ايضا يعني تكلفة اعادة تأهيله واصلاحه وتجديدة ايضا مكلف جدا فعب تعاني وهذا هو احد اسباب التأخير اللي بيتم ذكره بشكل دائم. طبعا في خطة كان انه كل شيء ينظم الكترونيا بشكل مركزي كان من المفترض في عام الفين وثمانينة واربعين تكون الخطة جاهزة يعني خلاص يتم الغاء القطارات بشكل كامل تأخير القطارات ولكن هذا الموعد يعني حتى مدنا المتوقع انه ما يقدروا يوصلوا له في عام الفين ثمانينة واربعين انه يتأخر لسه الى وقت ابعد من ذلك. كل هذا يعتبر كان تراكمات من عهد الحكومات السابقة تحديدا من فترة حكم المستشرة الالمانية انجيلا ماكل انه لم يتم الاستثمار في البنية التحتية في شبكة الالياف الضوئية في تغطية شبكات الهندي والانترنت يعني في المانيا فلذلك الحكومة الحالية وضعت خطط لتحديث وتطوير المانيا وان الحكومة السابقة يعني عهد فترة حكم المستشرة الانجيلا ماكل كان كلاسيكي وصار في الان تراكمات في الطرقات في شبكة الخطوط في الجسور على مدى السنوات لم يتم الاستثمار فيها فصار في تراكم كبير الحكومة الحالية هي اللي بدأت بتحديث وتطوير المانيا وعب يتم انتقادة بهذا السبب ايضا لانه يعني عب يتم اتهامه وكانه هي التي فشلت في ذلك بينما هو شيء متراكم منزو سنوات وسنوات وهيك نكون عملنا جولة على هم المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته